موسيقى أسعد الله وأوقاتكم متابعين الكرام أسأل الله أن تكونوا بخير أنتم وأحبابكم ومن حولكم طبعا اليوم توقعاتنا اليوم الاثنين 26 نيسان 26 أربعة القمر ما زال موجود في الميزان هو في منزلة الزبانية وحكينا هاي للفساد والقطع والمشاكل ورح يمكث فيها حتى تمام ساعة ثمانية ونص صباحا من صباح يوم الاثنين لا ينتقل بعدها لمنزلة الإكليل وهي للربح والحماية والثبات والسلامة والصداقة والاستمرار الجيد وحكينا أن القمر لما بيكون موجود بالميزان أنه في هاي الفترة يعني أو هاي الفترة أفضل فترة عاطفية لتعزيز أو صار علاقة عاطفية مع الحبيب أو تحسين علاقة زوجية نالها بعض التوتر منكون اجتماعيين أكثر ومنميل للإسترخاء بيجد الغرام متنفس لدى العشاق ولكن ممكن تلعب الغير دور في علاقة لم تستقر بعد فهي الفترة بننجح في أعمالنا الفنية وبوسعنا القيام بمشروع مشترك يمكننا أيضا إقامة حفلة وإعادة تزيين البيت أو المكتب واقتناء حاجية جميلة أما بالنسبة للزوايا الفلكية فأول زاوية فلكية رح تكون معنا اليوم هي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين بلوتو وهي رح تكون في تمام الساعة 11 و14 دقيقة ظهرا بتدفع بعض الأشخاص للتسلط ومحاولة فرض سيطرتهم على الآخرين ممن حولهم من الأصدقاء وأفراد العائلة أما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين المشتري وهي رح تكون في تمام الساعة 12 و39 دقيقة بعد الظهر نهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا إحنا ومنحاول أنه نساعدهم قدر الإمكان يعني زي عمل إنساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية طبعا بعد هاي الزاوية مباشرة بصير في عنا خلو المسار خلو المسار هذا رح يبدأ الساعة 12 و39 دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينيتش ورح يستمر حتى تمام الساعة 4 و18 دقيقة مساء هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار طبعا الساعة 14 دقيقة مساء القمر بصير في العقرب وعلى طول تأثير وجود القمر في العقرب أنه بأثر على جميع الأبراج في هاي الفترة أنه منكون أكثر تطرفا في تصرفاتنا يا منحبه بشدة يا منكرهه بشدة منشعر بانتقاد الغيرة والغير وحدته وبيلعب الجنس دور ملحوظ في حياتنا يجب أن نسيطر على مشاعرنا بشكل جيد لأنه ممكن ننفجر في من حولنا تحت وطء الضغط عاطفي محبط ووسعنا شراء بوليس التأمين وقراءة رواية بوليسية أو مشاهدة فيلم مغامرات واتخاذ قرار حاسم أو شراء بيت مثلا أما بالنسبة للزاوية الأخيرة اللي هي بعد خلو المسار واستقرار القمر في العقرب وهي زاوية تثليث إيجابية رح تكون بين القمر وبين المريخ وهاي رح تكون في تمام الساعة 7 و29 دقيقة مساء بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبنندفع للاهتمام بصحتنا أكثر طبعا بما أن القمر رح يكون موجود بالعقرب معناته خلو المسار القادم رح يكون يوم الأربعاء 28 أربعة بيبدأ في تمام الساعة 12 و31 دقيقة بعد الظهر وبيستمر حتى تمام الساعة 43 و42 دقيقة بعد العصر لينتقل بعدها القمر لبرج القوس أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المكتمل لأنه بلش يكتمل القمر هو لسه انحسار بكرة بكتمل القمر اللي هو منتصف الشهر اليوم القمر 15 يوم في تمام الساعة 3 و34 دقيقة بعد العصر بيصبح 16 يوم نسبة الإضاءة 95% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الثورة حتى يوم 25 سعيد بنسبة 15% القمر في الميزان وبدو ينتقل للعقرب حتى يوم 28 أربعة سعيد بنسبة 60% أما بالنسبة لعطارد في الثورة حتى يوم 4-5 منتحس بنسبة 10% الزهرة في الثورة حتى يوم 9-5 منتحس بنسبة 50% أما بالنسبة للمريخ في السرطان حتى يوم 11-6 منتحس بنسبة 45% المشتري في الدلو حتى يوم 13-5 سعيد بنسبة 15% زحل في الدلو حتى يوم 23-5 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثور حتى يوم 28 سعيد بنسبة 15% نيبتون في الحوت حتى يوم 25-6 سعيد بنسبة 15% أما بلوتوف الجدي حتى يوم 27-4 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا اليوم بترغبوا في تعزيز شراكاتكم حاذروا من الخلافات حاولوا ما ضخموا الأمور اليوم بتبدو أمور فهفين الحس ومتوترين بسبب قلق ما حاذروا من إثارة العدوات والبلبلة لأنه مزاجكم شوي متقلب عصبيين ممكن تثيروا بعض النفور أثناء التعامل مع الغير في ساعات المساء عند انتقال القمر بتنهمكم في عادة تنظيم أموركم المالية أهم شيء أنكم ما تهملوا صحتكم تصبح الأجواء أكثر إيجابية وتجاوبا معكم ممكن تلاقي لأعمالك صدى طيب أهم شيء أنك ما تتكاسل بل سارة للعمل دون مماطلة ودون أعذار برج الثور بيبدأ العمل بتراكم عندكم بتكن تنتبهوا لصحتكم حاولوا تكونوا منظمين أحسنوا إدارة عملكم حاذروا من الجدال مع المعاونين وما تهملوا صحتكم وحاولوا ما تأجلوا ولا تماطلوا في عملكم حتى لو اضطررتم للعمل لساعات إضافية أهم شيء أنك تقوم بمهماتك على أكمل وجه في ساعات المساء بترغبوا في تعزيز شراكاتكم ممكن تتعقد بعض الأمور أو تطرأ بعض البلبلة عالج الالتباسات وسوء التفاهم بموضوعية حاذروا موضوع القطيعة والدعاوى القانونية لأن خصمك في هذه الفترة بكون قوي والعرقيل ممكن أنها تستفزك لأن القمر مقابلك تماما بوصير برج الجوزاء بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم والتفاهم معهم تأثير القمر إيجابي عليك ممكن تشعر بالأمان والارتياح وتغمرك بعض العواطف الجياشة انت جريء وباستطاعتك التعبير بطلاق عن مشاعرك وعواطفك طبعا هاي الفترة في ساعات المساء بيبدأ العمل بالتراكم لديكم بدكوا تنتبهوا لصحتكم بتتزامن الواجبات وبتصعب وممكن تضطر للعمل وقت إضافي بدكوا تحاذروا من المشاكل الصحية يعني بمعنى آخر بدكوا تنتبهوا لصحتكم ولأعمالكم بشكل جيد في ساعات المساء برج السرطان بتفضلوا التركيز حول مصالحكم البيتية والعائلية حاول أنك تكون عنصر إيجابي ولا تتسبب للنفور أو بالنفور للأشخاص اللي بتعاملوا معك اتفهم الآخرين وإبقى هادئ احمي استقرارك الصحي من التراجع بتشكو من بعض التأخير في المعاملات والالتزامات لغاية ساعات المساء أما بين ساعات المساء بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم والتفاهم معهم بتفيدك الاتصالات واللقاءات أهم إش أنك تلطف الأجواء حاول أنك ترجع العلاقات لطبيعتها بتنال ما بترغب وبتنتصر على كافة الاعتبارات ممكن تحل مسائل عالقة أو كانت مستحيلة الفترة بتصير إيجابية ولا صالحك برج الأسد بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات خصوصا الاتصالات القصيرة والسفر القصير تتكلم بهدوء وحاول أنك توضح أمورك لتفادي أي التباس محتمل ابتعدك هاي الفترة بامتحانات ناجحة ومفاوضات جريئة ومثمرة حتى ساعات المساء من ساعات المساء بتفضلوا التركيز حول مصالحكم البيتية والعائلية ووسعكم التفاهم وتعزيز العلاقة مع أفراد العائلة أهم شيء أنك تتجنب توبيخ الأحباء أو لومهم ممكن تقلق بشأن مسألة عائلية أو شخصية واجه الأمر الواقع بمنطق وحاول إيجاد تسويات بتحمي حقوقك لا تفرض رأيك هاي الفترة مناسبة للسفر ولا الاستثمار أيضا برج العذراء بتعيدوا طبط ميزانيتكم ممكن يحتاج أحد أحبائكم لدعم مالي أو معنوي نظموا أقصادكم وديونكم ما تستخفوا بالفواتير الصغيرة حاذروا من مصاريف استشفائية طبعا هاي الأمور بتضل ساعة المساء بعدين بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات وبيكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار بتكثر عندكم النشاطات على حسب حق الإختصاصكم بتكون لك لقاءات عديدة باستطاعتك الدفاع عن حقك والتعبير بوضوح وصراحة عن مواقفك أهم شيء أنك ما تتردد بالتحرك يعني في فترات إيجابية لصالحك حاول أنك تستغلها برج الميزان بيطرق تغيير للأفضل على صحتكم وبتجدوا حلول المشاكل وبتكون مقدام وبتنطلق في أمور جديدة يعني بتعتبر هي لتصحيح الأخطاء بتغير نظرتك للحياة أو بتحضر لتغيير النمط والأسلوب تبدو متفائل وسعيد طبعا طيلة من الآن لطيلة النهار لغاية ساعة المساء من ساعة المساء بتعيدوا ضبط ميزانيتكم أهم شيء أنه ما تتهربوا من تقديم المساعدة لقريب أو حبيب أهم شيء أنك ما تبالغ برضو بمصاريفك كون معتدل في أموضوعي في النقاش والمساومة ممكن تهتم لأمور مالية أو أمور استشفائية برج العقرب طبعا بيظل الوضع ضاغط عليكم لأن القمر ما زال في بيت المتاعب لغاية ساعة المساء فعشان هيك من الآن لغاية ساعة المساء بتكن تنتبهوا أكثر لصحتكم ممكن تجد نفسك في موقف صعب كون حذر وحكيم وحاذر الكلام السيء حاذر من التراجع الصحي وهذه فترة يعني بتدل على نوع من أنواع الفشل والخيبة وتعتبر من أصعب أيام الشهر طبعا بيطرأ تغيير للأفضل على صحتكم في ساعة المساء بتستعيد حماستك وبتنهمك بإدخال التعديلات أو التغييرات على روتينك أو على مظهرك بتقوى نسبة نجاحك وبتشتد عزيمتك وممكن تنقلب المعطيات من تلقاء ذاتها لصالحك برج القوس طبعا بتلتقوا الأصدقاء من الآن لغاية ساعات المساء وممكن تتلقى عرض أو تجد نفسك في موقع مهم حاول أنك تكون مستعد أو تكون عند حسن الظن تحديدا اتجنب الإنفعال والقرارات المرتجلة والتصرفات العدائية حاذر الحوادث لغاية ساعات المساء من ساعات المساء بتكن تنجبه أكثر لصحتكم لا توقع على عقد ولا تبدأ عملي جديد هاي فترة فارغة من الحظ حلل الأمور بهدوء وابتعد عن الأضواء لا تقرر على شيء عشان ما يخيب أملك وحاذر من البلبلة والالتباس لأن القمر صار موجود في بيت المتاعد برج الجديد بتنجحوا في المحافظة على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية وممكن تفرح لانفراج ملموس وبترتفع فرص النجاح وبتشتد عزيمتك وبتقوم بخطوة مباركة ممكن تتلقى إشارة إيجابية هاي فترة مناسبة لألتقاط أنفاسك بعد العواصف في ساعات المساء بتلتق الأصدقاء بادر لملاقات الآخرين في منتصف الطريق بيطمئن بالك لأنه ممكن تجد حليفي بيدعم تصوراتك أهم شيء أنك ما تستسلم بل كرر المحاولات برج الدلو بتنشغلوا في مسائل العلاقة بالسفر أو الاتصالات البعيدة أو الحوار مع أجانب أو دراسة وامتحانات حاول أنك تطلب رأي الشريك قبل التمسك بقرار ممكن تنشغل بمسائل مالية وهموم صحية وعائلية استطاعتك بحث موضوع قرض أو تمويل لا تهمل التفاصيل الدقيقة من الآن لغاية ساعات المساء من ساعات المساء بتنجحوا في المحافظة على سمعتكم ومصالحكم الإجتماعية ممكن تخضع لعدة تجارب مهمة أهم شيء أنك ما تضعف ولا تجازف بسمعتك حاول أنك تقوم بواجباتك على أحسن ما يمكن وقدم أفضل المستطاع الفترة هاي بتحمل بعض القلق والتوتر برج الحود بتنهمكوا في إعادة تنظيم أموركم المالية حاذروا من توجيه كلام جارح أو نابي أو بغير محل لأي مكان ممكن تواجه قصم شرس وتشتد المنافسة بينكم لا تخالف القوانين عشان ما تصير مدان في ساعات المساء بتنشغله في أمور العلاقة بالسفر أو الاتصالات البعيدة يوم مناسب لإجراء مقابلة أو اجتياز امتحان ممكن تبدأ عمل أو دراسة جديدة وبرضو الفترة هاي جيدة للنقاش وبرضو عندك قوة على الإقناع وذكاء وبتجرع على رفض أي شيء ما بناسبك لا تخشى شيء بل ثق بنفسك أكثر هاي فترة مناسبة لاخد تجربة جديدة وبرضو جيدة لأمور العلاقة بالسفر والاتصالات البعيدة هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء